اشتركوا في القناة في المقطع الذي قبل هذا من الحديث عن فلك البروج الاثنى عشر يبدأ الشيخ محي الدين هنا الكلام عن فلك الكواكب الثابتة وهو آخر الأفلاك وهو الفلك الرابع ويقصد بالكواكب هنا النجوم وتوصف بأنها ثابتة لأن حركتها بطيئة جدا فلا يمكن ملاحظتها في خلال فترة حياة الإنسان بل يحتاج ذلك إلى مئات وربما آلاف من السنين كما بيّن ذلك الشيخ محي الدين وكما هو معروف حاليا في العلم الحديث وقبل أن نباشر القراءة في هذا الباب لنبين باختصار شديد رؤية الشيخ محي الدين لبنية الأفلاك كما بيّنها في هذا الكتاب في المقاطع السابقة وكذلك في الباب الواحد والسبعين وثلاثماء من كتاب الفتوحات المكية فيقول الشيخ محي الدين إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا العالم خلق ابتداء عددا من الملائكة المهيمة وتسمى مهيمة لأنها هائمة بين جلال الله وجماله وذلك لأنها لا تعلم سببا لوجودها إلا الله تعالى حتى إنها لا تعلم هذا العالم الذي نحن فيه فلما أراد الله أن يظهر هذا العالم اختار واحدا من هذه الملائكة أو الأرواح المهيمة وخلق منه العقل الأول فهذا العقل الأول وهو القلم الأعلى وكذلك يسمى العرش المجيد هو مخلوق من التفاتة هذا الروح الذي هو العنصر الأعظم ويسمى كذلك عرش الحياة أو عرش الهوية فلما تجل الله سبحانه وتعالى للعقل الأول من اسمه النور ظهر له ظل فهذا الظل هو النفس الكلية وهو اللوح المحفوظ وكذلك هو العرش العظيم فالعقل الأول أو القلم الأعلى يكتب كلمات الله سبحانه وتعالى في هذا اللوح المحفوظ فكل العالم ظهر في اللوح المحفوظ فظهرت مرتبة الطبيعة التي ستظهر صورتها بعد ذلك في الهيولا الكل ومعنى الهيولا كما بينا هو الشيء الذي لم يتشكل بعد فهو قابل لجميع الصور فأول ما قبل من الصور قبل صورة الجسم الكل وفيه ظهر العرش وهو العرش الرحمني الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى من اسمه الرحمن كما يليق بجلاله فهذا العرش فيه الكرسي وهو الذي وسع السماوات والأرض وكذلك هذا الكرسي يسمى بالعرش الكريم فداخل هذا الكرسي نجد فلك البروج وهو الفلك الأطلس كما رأينا في المقطع السابق وتحته أفلاك الجنان ثم يأتي الفلك البكوكب الذي سنتحدث عنه في هذا الباب فهذا هو فلك الكواكب الثابتة فهذا الفلك وهو فلك الكواكب الثابتة فيه منازل القمر وفيه السماوات السبع والكواكب المعروفة إضافة إلى الأرض أو الأراضين وهو يدور داخل فلك البروج فهذه رؤيا مختصرة عن بنية العالم كما يراها الشيخ محيد دين ابن العربي فلنقرأ الآن ما كتبه الشيخ محيد دين عن هذا الفلك وهو فلك الكواكب أو النجوم الثابتة فيقول باب فلك الكواكب الثابتة وهو آخر الأفلاك ثم أحدث الله تعالى هذا الفلك الرابع أحدث يعني بعد فلك البروج أحدث هذا الفلك الرابع وخلق عالم الرضوان يعني الجنان بينه وبين فلك البروج وسطحه أرض الجنة وقعره يكون سقف النار فإذا هذا الفلك الذي هو فلك الكواكب الثابتة يدور داخل فلك البروج وسطحه هو أرض الجنة التي هي بين فلك الكواكب الثابتة وبين فلك البروج فهذه البروج على الحقيقة هي المجرات المترامية في الفضاء وأما الفلك المكوكب فهو داخل مجرتنا التي هي مجرة درب التبانة ثم هذه الكواكب هي داخل المجموعة الشمسية بما في ذلك الأرض وقد فسرنا سابقا لماذا وضع الشيخ محي الدين هنا الأرض بشكل مسطح وذلك لأنه هنا يتحدث عن الأبعاد وليس عن الشكل الفيزيائي للأرض فهو يقول إن الأرض كرة لكن الحديث هنا عن الأبعاد فالأرض من حيث الأبعاد الزمانية مسطحة ولها سبع طبقات وعندما تتحرك في الزمان تظهر للعالم الخارجي كأنها كرة فإذن فسطحه هو أرض الجنة وقعره يكون سقف النار وفيه أسكن رضوان خازن الجنان وهو من الملائكة الكرام وملائكة هذا الفلك يقال لهم التاليات وقال بعض العلماء من أهل المقاييس في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أن هذا الملك وهو رضوان أحد الثمانية الحملة للعرش والسبعة التي تحته سنذكرها وجعل فلك البروج هو العرش يعني قال أحد العلماء أن رضوان هو أحد الثمانية وهذه السماوات أو الأفلاك هي السبعة لكن هذا لا يصح فسنذكرها وجعل فلك البروج هو العرش وهو الأطلس والأمر والله أعلم على خلاف ما قاله من كل وجه وهذا الترتيب لا يمكن إدراكه هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ محي الدين هنا لا يمكن إدراكه إلا بالكشف والاطلاع والخبر الصادق وذلك كما قلنا لأن هذا الترتيب هو في الحقيقة فوق فيزيائي فالعالم الفيزيائي يظهر من هذه الحركات فنحن نراه بصورة تختلف عن حقيقته التي هي ما وراء العالم الفيزيائي فمثلا الحركة حقيقة هي ليست من الأرض وإنما هي من حركة الفلك لكننا نحن في لبس فلا نرى الفلك يتحرك بل نرى الأرض هي التي تتحرك وهذا السبب الذي يجعلنا نراها كروية إلا أنها من حيث الأبعاد التي هي ما وراء فيزيائية هي مسطحة ولها سبع طبقات لكن ليست طبقات فيزيائية فلذلك يقول الشيخ محيد الدين أن هذا الأمر لا يمكن إدراكه إلا بالكشف والاطلاع أو الخبر الصادق وإذا أخبرته وكذلك إذا أخبرته من مخبر صادق وكذلك أهل التعاليم القائلون بالرصد وأصحاب علم الهيئة لم يعرفوا من ذلك إلا بطريق الكشف الحسي فأبصروا حركات الكواكب واستدلوا بذلك على كيفية الصنعة الإلهية وترتيب الهيئة يعني الكون فأخطأوا في بعض وأصابوا في بعض إذن كما وصفنا يعني الرؤية الظاهرة لهذه الأفلاك هي صحيحة وفعلا الأرض كروية والكواكب تدور حول الشمس وكلها هذه صحيحة لكنها هي وجهة نظر ظاهرية والحقيقة هي أعمق من هذا فهم أخطأوا في جوانب وأصابوا في جوانب واختلفت آراؤهم في ذلك اختلافا معروفا متداولا بين أهل هذا الشأن وإن الله تعالى لما خلق هذا الفلك رتب في مقعاره ألف مرتبة وإحدى وعشرين مرتبة إذن ألفا وإحدى وعشرين مرتبة وسيلي تقسيم هذا الفلك لكن أولا سيتحدث عن تقسيم فلك البروج الذي ضمنه هذا الفلك المكوكب ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة